نتكلم دلوقتي على مسألة التطوع والمتطوعين وأظنكم يعني خدتوا بالكم أنه لما كان الرئيس في محافظة المينيا وابتتاح المشروعات ومبادرة حياة كريمة وما إلى ذلك شفتوا إزاي المتطوعين كانوا بيلعبوا هناك دور مبهر ودور المتطوعين في حياة كريمة تحديدا وفي حاجات كتير حوالينا مذهل وهنا هرجعك برضو على قبلها يعني إحنا لما كنا في شرم الشيخ كاب 27 أو كاب 27 برضو متطوعين ثقافة التطوع ثقافة تبني أمم خليني بعد إذنك وإحنا بنتكلم نتكلم على المشاريع التنموية نتكلم على حياة كريمة نتكلم على المتطوعين ودور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في هذه المشروعات طيب ونتكلم على إزاي المتطوعين لهم دور حقيقي رئيسي أساسي في تغيير المجتمع دائما للأفضل طيب نحرحب بضفنا العزيز المهندس أحمد موسى عضو التحالف الوطني والمدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة أهلا 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 منور أهلا وسهلا إزاي حضرتك إزايك عامل إيه؟ كله تمام كله تمام كله تمام إلى أي مدى كلام الأخ المزيع ده سليم في أنه التطوع ده ثقافة تبني أمم طيب خليني أقول إن إحنا يعني يمكن حضرتك جيت مع الشخص المزبوط في الموضوع ده يا بخت إن صناع الحياة من أول نشأتها وهي الثقافة الأساسية اللي هي بتعتمد عليها هي موضوع المتطوعي وفكرة التطوع هي الفكرة أو المحرك الرئيسي اللي بيشتغل عليه يمكن إحنا عمرنا يمكن 18 سنة دلوقتي طول الوقت ده شغالين الميثادولوجي أو المنهجي اللي إحنا بنشتغل عليها على الأرض خلاف جمعيات كتير إن هو المتطوع إزاي نفعله وإزاي نخلق له فرصة تطوعية إن هو يقوم بحاجات مختلفة جدا كان لنا تجارب يمكن في محول أمية اشتغلنا على 130 ألف أمي مع شركة من شركات الاتصالات الكبرى كان لنا تجربة يمكن في فيروس سي يمكن كان الرئيس عامل مبادرة كبيرة جدا قضينا بيها على فيروس سي على الأرض كان فيه متطوعين بيروحوا الكرة ويخبطوا على الأبواب ويعملوا اللي هو التست السريع علشان الناس تروح للعربية اللي مستنية على أول القرية علشان تعمل التحليل أو أن هي تاخد الدواء فدايما المتطوعين عندنا سياسة كبيرة جدا أو ثقافة كبيرة جدا احنا بنشتغل بها في الشغل بتاعنا مفضل نعم نعم نعم